هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور ساندرين عبر حكواتي وبحب رح يبدايفر اليوم دكتور شادي إبراهيم طبيب ومعالج نفسي متخصص بعلم الجنس السريري رح نحكي سوى اليوم عن الفتشية الجنسية هل ممكن انه يميرسوا جميع الناس الجنس بنفس الشكل والأسلوب وبنفس التفضيلات ام بيصيروا غير طبيعيين هل في جنس حقيقي وجنس مش حقيقي هل في جنس كامل وجنس مش كامل هل في جنس طبيعي وجنس مش طبيعي تعتمد إجابة هذه الأسئلة على مدى تقبلنا لفكرة اختلافاتنا الحتمية بما بخص التفضيلات والاستجابات للمستيرات المختلفة وتجاربنا الفردية وتأثيرة على إحساسنا بالمتعة فتقتصر الممارسة الجنسية لدى بعض الناس على الإلاج إنما الممارسات الجنسية متنوعة ويمكن هيدا التنوع أنه يطفي المزيد من المتعة والتفاهم بالعلاقة دكتور شادي إبراهيم بينضم لنا اليوم لمناقشة موضوع الفتشية والتفضيلات الجنسية غير المألوفة أهلا فيك دكتور شادي أنت عم تحكينا من اليوم من فرنسا وقبل ما نبدأ بموضوع اليوم أنه كتير موضوع مشوق بركي فيك تعرفنا شوي عن نفسك شو بتعمل شو اختصاصك مرحبا ساندرين شكرا لاستضافتك لألي وشكرا لهيدا الموضوع الكتير مهم لكل الناس رح عرف شوي عن حالي اسمي شادي إبراهيم أنا طبيب نفسي متخصص بكمان الصحة الجنسية واشتغلت فترة بلبنان بالتعليم بالجامعة بالجامعية اللبنانية للصحة الجنسية مع اللاجئين السوريين وكان عندي عياتي كمان وهلأ من 2020 صرت بفرنسا دكتور شادي أدي أهمية الطب الجنسي بس لكون الشخص عم بميرس الطب النفسي هو جزء لا يتجزأ من الصحة بشكل عام يعني دايما بقول لما يكون عم بحكي مع مريض بالعيادة بقول له أنه كمة الصحة الجسدية والصحة النفسية هي الصحة الجنسية لأنه إذا واحد من هود الأعمدة كان مضطرب يمكن الصحة الجنسية على الأرجح ما بتكون جيدة نحن بحاجة لنكون بصحة جسدية نيحة وبصحة نفسية كمان لنقدر نمارس الجنس بقى هو جزء لا يتجزأ من الصحة وبحب ضيف أنه كمان هذا موضوع بنعطى كتير أهمية من قبل منظمة الصحة العالمية لأنه الحوال الجنسية هلأ عم نحكي فيها أكتر وأكتر وصارت كمان جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان فإذاً هو موضوع مهم جداً جداً خاصة عند يعني عم نحكي عن المريض النفسي إذا بالصحة النفسية دايماً بيكون فيه أثار جانبية للأدوية دايماً بيكون فيه معاناة جنسية أو حاجة للتسئيف الجنسي مهم كتير لذلك مانو عم نحكي طب نفسي وفيه كتير ممارسات جنسية غير مألوفة فيه كتير أشخاص بيفكروا عن مرض نفسي رح نجرب بنوضح شوي الفرق بين المرض والتفضيلات الجنسية خاصة بما يتعلق بالفتشية بس خلينا نبلش بتعريف شو يعني الفتشية؟ الفتشية هو التعريف بحسب الطب هو اهتمام جنسي بأشياء يعني أشياء مش عايشة أو بأعضاء جسدية ما العلاقة بالأعضاء التناسلية الكلاسيكية هذا التعريف عن الفتشية بشكل عام لازم نميز بين الفتشية واتراب الفتشية اللي هو مرض نفسي ونادر جدا يعني نشوفه تقريبا بس بواحد بالمئة من الحالات بس رح نحكي عن هذا الموضوع بعض شوي بشكل عام هي هذه الفتشية الاهتمام الجنسي أو الإصارة الجنسية بشيء أو بأعطاء غير تناسلية سبنا نعطي مثلة مثلا فتشية الأقدم الأحزية الجلد القبط حتى بعض الأوقات السيجارة الرويح ورح نفوت بركة بالتفصيل بعدين شو الفرق بين الفتش التخيلات والكينك الكينك هو بدنا نعتبر فيه مبدأ تاني اسمه فانيلا الفانيلا هو الجنس الكلاسيكي الجنس الكلاسيكي إنه متل ما منتخيله الكبلة والعلاقة الجنسية باستخدام الأعضاء التناسلية كل شي بيخرج عن هيدا السيناريو الكلاسيكي بيعد اسمه كينك يعني كينك منه كمان منه شي مرض لهيدا السبب الفتشية هي جزء من الكينك جزء من الاهتمامات الجنسية أو التفضيلات الجنسية الخارجة عن المألوف أو عن الإطار الكلاسيكي وإذا لحظتي بعد ما قلنا كلمة غير طبيعي يعني ضمن الطبيعي فيه يكون في عنا تفضيلات جنسية مختلفة عن السيناريو الكلاسيكي المخيلات الجنسية هي بعد من نشوفها بشكل شائع أكتر هي تخيلات بشكل عام بتمثل درجة الإيسارة التي لدينا إياها أو مختلف الاهتمامات الجنسية التي يمكن أن يكون لدينا إياها وهو عادة بمنظوري أنا هو دليل صحة لما يكون لدينا مخيلات جنسية موجودة لما تختفي المخيلات الجنسية نصير نطرح على حالنا سؤال هل الشخص مكتئب هل الشخص بعاني من من انهيبشن معينة أو من مشكلة معينة كبت كبت معين له علاقة يمكن بالسقاف اللي عايش فيها أو بالتربية بس عادة وجود المخيلات الجنسية وشي جيد وهيضا الفرق تقريبا اليوم مع المقفليم والإباحية وغير الإباحية منشوف أكتر وأكتر ظواهر للجنس اللي كينك رح نقول لتخيلات الجنسية المختلفة للممارسات الجنسية المختلفة إنما هل هالزاهرة جديدة أم أديمة كانت دايما موجودة هي ظاهرة أديمة يعني حتى في بالأثار الإغريكية وعند الرومان كنا نشوف باللوحات أو بالرسم على الفاز مثلا بالرسمات أو باللوحات ممارسات جنسية اليوم تعتبر يمكن خارجة عن المألوف مثل استخدام مثل BDSM يعني أو حتى استخدام الديلدو أو أشياء يعني ضمن العلاقة الجنسية ضمن النشاط الجنسي فإذاً هي ظاهرة موجودة مع الإنسان من الأول من زمان من زمان وبتفرق النظرة لهذه الاهتمامات أو لهذه التفضيلات الجنسية بتفرق بحسب العصر يعني فيه عصور كان هذا الموضوع مقبول جداً وبالعكس لابل مفضل لأنه دليل صحة ودليل انفتاح معين وبتتغير الأمور حتى بالعالم العربي هذه معلومة نعرفها بالعالم العربي النظرة للحياة الجنسية بشكل عام ومن ضمن الفتيش من ضمن التفضيلات الجنسية المختلفة تغيرت بحسب العصور بقدر مثلاً أعطي مثل كتاب اسمه Sex and Citadel هو كاتبته سيدة مصرية اسمه شيرين الفقيه بأول جزء من الكتاب بتحكي عن تاريخ تطور الحياة الجنسية أو الجنس أو نظرة الجنس بشكل عام بالعالم العربي ونلاحظ أنه مش من كتير زمان من 200 سنة أو من 150 سنة كان فيه انفتاح أكتر بالعالم العربي فإذن هذه ما فيه حتى سميها ظاهرة هو تفضيلات جنسية موجودة من زمان مع الإنسان كمان كيف يقولون أنه في فترة كان فيه تفشل للسيالين الجنورية وما أنه بعد ما كان عندهم مضادات الحيوية الانتابياتيكس فصاروا يشجعوا الفتشية الأقديم كرميل ما يصير في يلاج مهبلي وتما يعدوا بعضهم من السيالين يعني كان فيه فترات وان كانوا يشجعوا بعض الممارسات للحماية لأنه ما كان فيه وقل زكري وما كانوا يعرفوا يعاجوا العدوى الجنسية كيف الواحد يعرف أنه عنده فتشية كيف يكتشف هذا بشكل عام بحسب الدراسات نكتشف تفضيلاتنا الجنسية أو الفاتيشية بحول المراهقة أو قبل شوي ببعض الحالات ممكن الشخص من الطفولة ينتبه أنه عنده اهتمام بمثلا بالرجل أو بنوع طياب معين مثل الجلد بس عادة بشكل عام هو بالمراهقة ونكتشف هذا الشيء بعتقد أكيد من بعد ما نفكر كيف يكتشف الإنسان بدنا نفكر بالأسباب يلي هو سؤال كتير نطرحه على نفسنا بالنسبة للأسباب بعد كمان ما فينا نحدد أنه في سبب واحد حتى لما نفكر أنه ما سبب مثل كأنه عم نطرح حالنا سؤال هل أنا أعاني من مرض معين وشو سببه وبالتالي شو العلاج كل هيدا طريقة التفكير منا سليمة لأنه رح نشوف بعد شوي بالحديث أنه بس بالحالات النادرة فينا نحكي عن اضطراب أو انحراف جنسي بس اهتمامات الإنسان باهتمامات الجنسية للإنسان شائعة وكبيرة ومختلفة من إنسان للتاني بشكل عام نكتشف بالمراهقة سعالنا فاتيش معين ومع الوقت أكيد كمان مع تطور حياتنا الجنسية ومرور السنين نتأثر بكتير أمور عم بتصير حوالينا وممكن نكتسب اهتمامات جديدة فيها تكون مؤقتة فيها تكون دائمة المشكل أنه بس نحكي عن أسباب دغري من فكر أنه إذا في أسباب يعني فينا نعالج الوضع بس أنا بجعب أقول للأشخاص اللي بشوفهم بالنهاية أنتوا بركي بتفلوا المالح على السكر بركي هذا الشي متعلق بتفولتكن بس اليوم ما عم بتجربوا تفكروا إذا هذا التفضيل هو مرض أم لا أو ما عم بتجربوا تشفوا من حب السكر أمل للمالح ونفس الشي بالجنس عنا تفضيلات بركي متعلق بتفولتنا بس هذا يعني هيدا الحياة بني هي منشكل كمان شخصيتنا وهذا الشي متعلق بتفولتنا بس هذا الشي ما بيكون عادة مرضي هل في أنواع للفتشية أنا انت قلتلي فيها نكون متجذبين لأعضاء من الجسد أشياء من الجسد غير تناسلية ولأشياء غير حية هل في أنواع مختلفة هل فينا فينا نوسع بعد أكتر التعريف ونحط فيه مواقف معينة أو إفرازات الجسم فيها تدخل ضمن التعريف العام الشائع يعني الغير طبي للفتش طبعا فينا نعتبر أنه فيه أنواع مختلفة ذكرناه من شوي بس يعني مثلا بأكتر الأوقات أو أكتر شي شائع منشوفه هو اهتمام بملابس معينة فيها تكون ملابس مسيرة فيها تكون مثل ما قلنا الجلد أو الربر المغيط المطاط فيه يكون اهتمام بمثلا الشوز السكربيني حتى فينا ببعض الأوقات نشوف فاتيش متعلق بالحفاظات هذا هذا عم نشوفه كمان مؤخرا موجود أكتر أما بالنسبة للأعضاء الجسدية الغير التناسلية الشائعة جدا هي عم نحكي عن الرجلين أكيد بس كمان فيه يكون الشعر فيه يكون إفرازات الجسم مش رح عددون بس كل إفرازات الجسم من كل الميلات حتى فيه يكون اهتمام بالعضلات بالذكرى فيه يكون عنا فاتيش على بعض المناطق المحددة بالجسم وبالتالي بيكون عنا أنواع كتير إذا بدنا كمان نتطلع ببعض الدراسات مثلا في بعض على الانترنت يعني فيه ويبسايت اسمه بورن هاب يلي هو ويبسايت إباحي بينشر كل سنة مثل أحصاءات لتفضيلات الناس بكل بمختلف بلدان العالم دراسات جدية ونطلع بالأحصاءات بشكل يعني علمي لأنه هي أحصاءات ومنلاحظ أنه فيه ممكن نلاقي أنه لحد 75% من مستخدمين هيدا الويبسايت بيبحثوا بيفتشوا على أمور غير كلاسيكية فيها تكون متعلقة بالفتش ببعض الأحيان ممكن نفس الشخص يكون عنده عدة اهتمامات أو عدة فتش بنفس الوقت بس بس دكتور شادي هل من حكك نفهم أنه كأنه الأفلام الإباحية عم بتشجع الفتشي أما في علاقة بين متل ما قالنا من شوية الإنسان بيتأثر بكل شي عم يصير حوالي وبيكون اهتماماته بس ما فينا نعتبر اليوم أنه الأفلام الإباحية بتسبب اضطراب فتشي اضطراب الفتشي مثل الفتش بتكوينه هو متعلق بعوامل كتيرة فيها تكون عوامل العلاقة بالطفولة طبعا وعوامل بيولوجية عوامل سقفية عوامل نفسية هو خليط من كل هيد العوامل كيف الإنسان بيتفاعل مع المحيط طبعه أو مع العالم يلي عايش فيه أكيد ممكن نتأثر من الأفلام الإباحية بس مش تره يكون تأثير سلبي يكون تأثير إيجابي بكل بساطة بس تقول دكتور شات يعني في اطراب فتيش كيف نعرف أمتى الواحد بيفوت بشي صار مرضي أمتى الفتيش بيصير اطراب التعريف عن اطراب الفتيش واضح جدا بالتعريفات الطبية يعني عم نحكي بحسب منظمة الصحة العالمية بس كمان بحسب الدليل التعريفي للأمراض النفسية اللي هو مستخدم عالميا بكل العالم لما نحكي عن اطراب بدي يكون فيه انزعاج كبير جدا بتسبب الحالي بدي يكون فيه اهتمام متكرر و persistent يعني موجود بشكل لدرجة الهوس وبدو يسبب تأثيرات على الحياة الاجتماعية للشخص أو حتى على الحياة الوظائفية يعني بيصير الشخص ما بيقدر يكون عنده وظائفية أو functioning طبيعي بسبب هيدا الاهتمام الفتيشي ولما حكينا ارقام من شوي واحد بالمية بس من الامراض النفسية هي امراض فتيشية بينما التفضيلات الفتيشية اللي نشوفها عند معظم الناس عند عامة الناس فيها توصل لحد شخص على ست اشخاص طبعا ما فينا نعتبر انه شخص على ست هو يعاني من انحراف جنسي الموضوعين مختلفين كليا فاذا تعريف عن الاضطراب بدي يكون فيه أو انزعاج كبير عند الشخص أو تأثير مباشر على حياته اليومية على شغله على حياته العائلية على حياته الاجتماعية طريق التعطي مع الناس هيدا التعريف عن المرض أو تصرفات تصرفات تحرشية يعني إذا الشخص ما أخذ التراد ما أخذ الموافقة صار يتحرش بأشخاص بسبب الفتيش تقول تقول فيه شخص كتير بيحب الكعب العالي كل ما بيشوف امرأة بكعب عالي بيجي بده بوص لأجرية هون صار فيه نوع من التحرش على الشخص التاني هون برك نعتبر أنه اضطراب أم لا 100% بلا فينا نعتبر اضطراب لأنه هو موقف غير صحيح أنه شخص ما منعرفه بالشارع نلحقه أو نطلب منه أنه نلمس أو نشم التياب أو الأحذية تابعه لا هذا طبعا يعتبر يدخل من إطار التصرفات أو السلوكيات المراضية أكيد 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 كمان إذا صار فيه مشاكل أنونية بسبب الموضوع يعني إذا صار فيه شكاوى ضد الشخص عم ندخل أكتر صرنا بعالم الفتشية المراضية تعرف دكتور شاتي كان عندي كابل كان عم بيجل عندي الرجل عنده فتشية الأحذية والأقدام بالأول زوجته ما كان عنده مشكل بهذا الموضوع إنما كلما يفوتوا بالعلاقة كلما صار يتطور التفضيل تبعوله وصار يهدية أحذية بس فيها تلبسهم إثناء المميرسة الجنسية ممنوع تلبسهم خارج المميرسة الجنسية وهذا كان كتير يسبب له نوع من الأحباط والتعصيب لأنه بدأت تستفيد من هول أحذية كانوا أحذية ماركات غالية يعني فبهيك حالي هل صرنا بالمرض أم صرنا بشي عم بتطور أكتر لو حل ما عم يقدير يساوتر عليه كيف نصنطفه لما ندخل بإطار أنه عم نفقد السيطرة على تصرف معين وصار عنا نقص بالمرونة ما بقى عنا هالفليكسبيلتي أنه نطرح أحالنا السؤال هل أنا ممكن نكون منفتح أكتر على فكرة أنه زوجتي تلبس هيدا الأحذية بالخارج لما يصير فيه نقص بالمرونة وصار موضوع خارج عن السيطرة بيشبه الهوس عم نفوت أكتر وأكتر بحالة المرضية بس بهمني أقول أنه ما فينا نتحول على حالة مرضية يعني هي عادة هني موضوعين مختلفين مش فجأة واحد بعد يعني بعمر معين فجأة بيصير عنده اتراب فاتيش بمعظم الأوقات الاترابات الفاتيشية بتبين من أول الحياة الجنسية ذكرتيني بس حكينا عن هيدا الموضوع ذكرتيني بكتاب قريته مرة اسمه يعني منحرف بيحكي عن الانحرافات الجنسية وشو هو تعريف المرض بالصحة الجنسية أو بالجنس بشكل عام وهو بيحدث بيشغلتين وحبيت تعريفه للموضوع لأنه إيته منطقي وبيلخص شوي حديثنا في بس حالتين فينا نعتبر أنه اهتمام جنسي هو مرضي إذا كان في حدا من الاثنين ما عم يقدر يعطي الكونسانت طبعه الريدة الموافقة طبعا بدنا نعتبر أنه كل شخص تحت سن الرشد الريدة ما فينا نعتبره مية بالمية موجود فإذا حكما العلاقات الجنسية بين شخص راشد وطفل مرض ضغري لأنه الطفل ما بيقدر يعطي الريدة واعي بشكل واعي فإذا هذه أول حالة إذا شخص مع مية الرضا واحد من الشريكين مع مية الرضا وطاني حالة إذا في ضرر إذا في ضرر للشريك أو للشخص بحد ذاته بقدر أعطي مثال في بعض الأشخاص عندهم انحراف جنسي للأموات بهذه الحالة ممكن يعرض شخص حاله للخطر لأنه ممكن يلقت التهابات من بكتيريا ما منشوفها إلا عند الكذافر عند الأموات هنا في وأكيد الشخص الميت ما بيقدر يعطي الريدة طبعا هنا الحالتين لدينا الشرطين المطلوبين لتكون تعتبر مرض موجودين فإذا إذا منطرح حالنا هذا السؤال إذا أنا مع شريكتي أو زوجتي وهكي حبرت عن اهتمام بالتياب معين بملابس معين إذا اتنا راضيين وإذا ما في حدا ينقذ من هذا التصرف مستحيل أنه يعتبر مرضي فإذا هذا إذا نلخص بفكر الثاني الرضا والأزية والباقي كله ينعد طبيعي بالجنس وهذا شي كتير كتير مهم أنه نوضحه أنه في كتير تصرفات أمو ميرسات غير مألوفة بس بنيها تعتبر طبيعية يعني مش لأنه في شي أشخاص بتمارسها أقل من غيرها يعني منها طبيعية إنما إذا الشخص أضيق من الفتيش تبعوله أم مش حابب أنه هذا الشي يعطيه الإثارة هل ممكن أنه الشخص يغير أم يتخلص من الفتيش لعدوية في بعض التقنيات تطورت مع الوقت بس درجة فعاليتها منها كتير عالية كمان حسب الحالة نحن عن شو أي حالة عم نحكي مثلا في بعض التقنيات مثل العلاج السلوكي المعرفي اللي بيرتكز على أنه شخص يكون عنده وعي أكتر على المشاعر تبعه والأفكار اللي بتسبب هيدا المشاعر والسلوكيات اللي بتجي من بعدها ممكن نشتغل على هيدا الموضوع مثلا نحسن التواصل مع الشريك نحسن الاهتمام بأمور أبعد شوية من الفتيش وما إلى هنالك فينا نطورهم أكتر للتقنيات نطور الحديث عنهم بس بشكل عام إذا حدا عنده فتيش هيك اهتمام فتيش مش اتراب عادة ما بيكون فائد السيطر عليه وبيطلب العلاج إذا عنده شعور بالزنب أو إذا عنده شعور بالخجل أو بالحرج أو بالعار لأنه عنده هيدا الاهتمام الفتيش رح أعطي مثل في مرة عطيت جلسة توعية بمركز للإعادة التأهيل من بعد الإدمان بلبنان بيبقى الشخص عندهم سنة ونص ويشتغل علاج نفسي حتى يتعافى من الإدمان عطيتهم هيدا الجلسة عن الصحة الجنسية وبعدها بكم أسبوع بلشوا يجوا كلهم على العيادة بدون يستشيروني واتفجأت أنه ما أنه شي نادر أبدا يعني بكتير أحوال فيه 50% من الوقت الإدمان كان ناتج عن شعور بالزنب وشعور بالعار لأنه بالمراهقة اكتشف أنه عنده تفضيل جنسي معين توجه جنسي مختلف أو فتيش معين شعر شخص أنه هو مؤرف لدرجة بسبب أكيد نقص التوعية نقص السقاف في نقص هذا اللي نحكي عنه اليوم أنه نقدر نميز بين المرض والمش مرض هذا الشعور بالزنب يولد كره للذات ويوتي للإدمان فإذا لازم ننتبه لما شخص يجي يسأل عالجوني من هذا الفتيش لازم عادة بأول مراحل نتأكد أنه هذا اتراب فتيش لأنه إذا مش اتراب لازم نعالج شي هذا شي طبيعي ولما نرد الموضوع للطبيعة ونقول له هذا طبيعي موجود عند كثير من الناس ممكن يروح السؤال يبطل عنده طلب أنه يتعالج مثلا هذه المعلومات عن الصحة الجنسية ما كنا منعرف قبل القرن العشرين لما صرنا نعمل في أشخاص مثل ألفريد كينسي بأول قرن العشرين صار يعمل مقابلات مع الناس ينزل على بار بوستون يقابل الناس يحكي معهم وتيشوف تيقدر ياخد فكرة عن الإحصاءات إنه شو هو يلي بنعاد طبيعي أو مش طبيعي ومن اتفاجأ اليوم لأنه بعد النتائج تبع دراسته بعد فلاب لليوم يعني بعد إلا وقع 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 خطأ ومرض وانحراف بس هو لا عادي سلوك جنسي طبيعي عند الإنسان دونك بدنا ننتبه لما شخص يطلب العلاج مش دايما بيكون لازم يتعالج أو في شي يعالج أنا بفهم منك كيف نساعد الشخص اللي عم يعاني من اتراف فتيش تيقدر يجرى هو يسيطر على رغباته ما يعود الفتيش اما فتيش بحد ذاته يعني التفتيلات الجنسية رح تدل موجودة انما الشخص رح يكون عنده بركة سيطرة اكتر عن الموضوع وما بقى رح يحس بهالم معاناة اما الضيق النفس اللي كان عم يشعر فيه بهل هيدا الشي مزبوط صح لما نتسقف اكتر على الموضوع ويصير عندنا ادراك اكتر على الموضوع بيصير عندنا يمكن سيطرة اكتر عليه وهذا بحالة الفتيش العادي بحالة الاقتراب الفتيش فيه تقنيات ممكن تساعد لشخص يخفف من السلوكيات اللي عم بتسبب له مشاكل بس بشكل عام مثل ما قلنا يعني العلاج لتفضيل جنسي مش لازم يتعالج اصلا يعني مش لازم يكون فيه علاج وهل منعطي ادوية بهك حالات يعني اذا الفتيش صار نوع من الهوس مثل نوع من الادمين ما رح نقول الادمين بس بيتحول لتصرف كهري هل بالعلاج النفسي هل بنعطى ادوية هدف العلاج اولا هدف العلاج هو اذا فيه سلوكيات مثلا اجرامية انه تتوقف او انه نعتمد اقل على الفتيش لنوصل للزروة او للنشوة نحسن التقنيات التواصل مع الشريك وفينا كمان ببعض التقنيات نشتغل على انه نخفف الاسارة على الفتيش ونزيد الاسارة على اجزاء تانية من الجسم كلاسيكية اكتر هيدا الاهداف طبعا العلاج لما يكون فيه اضطراب فتيشي وفيه عدد تقنيات ممكن تساعدنا انه نحسن السلوكيات اللي اكتر شي انا لاحظت انه بينفع بخبرتي يعني الصغيرة بس هيدا اللي حسيت بينفع هو تقنيات مثلا السنسيت فوكس اللي هي بتعتمد على انه نطلب من الشركين اذا كان هو شخص بعلاقة مع شريك فيه يكون مع عدة شركاء بس بشكل عام مع شريك او شريك كيف من خلال المساجات من خلال اللمس للجسم نرجع فينا نحسن الانتميسي الانتميسي الحميمية بالعلاقة لانه كمان لما نحكي عن العلاقة الجنسية هيك بشكل عام الجنس هو عدة اشياء هو تعبير عن الحب هو تعبير عن الرغبة تعبير عن اللذة هو عدة اشياء بنفس الوقت فينا ضمن نفس العلاقة الجنسية نختبر حسيس حميمة اكتر فيها عاطفة اكتر وتبتعد عن الفاتيش اذا عم يسبب لنا مشاكل وبالتالي فيه علاجات طبعا اما بالنسبة للأدوية فيه بعض الأدوية بس عندها كتير اثار جانبية بقدر اقول مثلا نوعين من الأدوية فيه الأدوية المضادة للاكتئاب اللي بنعطيها عادة بحالة الاكتئاب بتخفيف الرغبة الجنسية فيها نكون عم نستخدمها لهيدا الاثار الجانبية تبعا او في بعض العلاجات بس عندها كتير اثار جانبية علاجات هرمونية بتقطع الهرمونات بس للأسف عندها اثار جانبية كتير ولازم يكون فيه إطار قانوني لنعطي هذا الدواء هو يعني آخر شي من نستعمله نوع من يعني مثل كأنه عم نقتل عم نخصي الشخص كيميائيا وما نوع عم تحكي عن ال ال الأدوية اللي بتمنع التستوستيران الهرمون الزكوري هل الرجال عنده نفتشي أكتر للنساء وأنه تحكي عن علاجات هرمونية شكل للرجال وليس للنساء هلأ بالدراسات وهيدي أنا وعن محضر يعني هيك فاجأني الموضوع شوي لأنه خبرتي مع الناس مختلفة بس حسب الدراسات نشوف الفاتيش عند رجال أكتر بكتير من عند النساء بس هيد دراسات إحصائية أنا بخبرتي شفت كل شي فيه أكتر خاصة الاتراب الفاتيشي نادرة جدا الدراسات على نساء عند اتراب الفاتيشي بس أنا أكيد موجود تعرف ليش الفرق لأنه الرجل بس يكون عنده تفضيل بحاجة لهالتفضيل تكون عنده انتصاب المرأة بيكون بحاجة للتفضيل تتوصل للنشوة فالتفضيل الجنس ما رح يمنع أن تمارس الجنس تفرق بين الحياة الجنسية عند الرجال وحياة الجنسية عند النساء بس يكون الشخص عنده فاتيش بأنه انتقلت بالعلاج لازم يرتكز على غير مدعبات وميرسات جنسية تنعزز الحميمية هل الشخص مفروض يقول لشريكه أنه عنده فاتيشية هل هذا شي صح طبعا أنا من مشجعين التواصل بين الشريكين التواصل التواصل هو الاهتمام رقم واحد لما يجي لعندي ناس بدأت تعامل علاج جنسي هو كيف نحكي كيف نتواصل مع بعض ونعبر أنا مع أنه نفتح ورقنا مع الشريك أكيد لما يكون الوقت مناسب ونعرف كيف نطرح الموضوع ويكون في أخضو عطا بس أنا مع أنه الشريك يحكي بهذا الموضوع مع شريك طول أنا تبرين هنا بعلاقة مثلا مثل زواج أو شي أنا مع أنه يحكي فيها لأنه لما يصير عندي أنا كبت بلش أفقد السيطرة على بعض التصرفات كل ما أنا أكبت شي وهيدا الأسباب أصلا ليش بيجو بعينونا لأنه بس يحسوا بعار بيستحوا بيحسوا بخجل ما بيسترجوا يحكوا عنده فديلاتهم الجنسية مع الشريك أن بيصير في رافض من الشريك بيحسوا هن حالهم غير طبيعية وبيفتكروا أنه لازم يتغيروا كان عندي الرجل كان يجي لعندي بالأول بلش يقل أنه عنده مشكلة انتصاب علاجنا مشكلة الانتصاب بعدين صار عنده مشكلة قذف علاجنا مشكلة قذف بعدين بعد ست جلسات شادي إجا لعندي وقال لي بس أنا إذا زوجتي بتلبس على عرق بتا هيك فلار صغير ما عندي مشكل ولا بالانتصاب ولا بالقذف بس أنه هذا نوع من الفتشي وكتير سهل أنك تقول لزوجتك أن تلبس هالشي كنا وفرنا جلسات ومصاري وأدوية وكل هالعلاجات بس أنا وقتها ما كنت بعرف بعد اسأل هالسؤال هل عندكم تفضيلات جنسية هل في أمور تعطيكم إيصارة أكتر ومع الوقت الواحد بيصير يعرف يسأل الأسئلة اللي لازمة نكتشف شو الأسباب للمشاكل الجنسية طبعا أكيد فيه يكون سبب سخيف جدا وبيعمل مثل كرة التلج بيصير يكبر 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 براسنا ونفكر أنه اوف شو بده يصير ومشكلة وأزمة بس هو يكون شغلة سهلة جدا فيه مثلا صارت معي مرة أنه ما عم تسترجي تقوله لزوجة أنه ما تحب ريحة الدخان لما يدخن سيجارة وتفقد الإسارة وما بتوصل للنشوي وهو بيزعل إذا عملوا عليه أجنسية وما وصلت هي للنشوي وخلقت أزمة القصة على أنه ما بدت تقوله عن السيجارة لأنه ما بدت تجرح أو تزعل بس هون التواصل هو الحل أنه نعرف كيف نحكي بهذه المواضيع ولما يكون الموضوع يمكن دقيق شوي هون فينا نستعين باختصاص بالصحة الجنسية العيادية يعني ليش غلط فيها تكون استشارة وحدة صغيرة نحكي عن هالمواضيع لأنه بدنا إطار لنحكي بالموضوع من خاف نحكي فيه بالبيت بلك بوجود متخصص فينا نحكي فيه أكتر سوأكيد لو نرجع على الفتش أنا أكيد مع أنه نحكي بالموضوع وبينفتاح رد تفعل الشريك مع أنه سيطر علي إذا الشريك عنده كمان مفاهيم خاطئة أنه غلط وشي مؤرف وهايك بالأسف هذا له علاقة بالتربية الجنسية والتوعية جنسية بس ببرامج مثل هيدا البرنامج ممكن نزيد التوعية ونعرف نميز بين الطبيعي والمش طبيعي والخطأ والمش خطأ وتنحل الموضوع هيا يعني مثلا السقافة الجنسية في بعض المجتمعات عندهم سقافة جنسية إيجابية وبعض المجتمعات عندهم سقافة جنسية سلبية فيها تكون محافظة أكتر كله بيأثر على نظرتنا للجنس ونظرتنا للتفضيلات الجنسية والدراسات فرجت إنه بالمجتمعات اللي عندها نظرة إيجابية للجنس أو بتتعامل مع الجنس بشكل إيجابي أكتر عندنا أقل بكتير اضطرابات جنسية أو مشاكل جنسية بس هيدا مشوار كبير للبشر إنه نوصل إنه يصير عندنا نظرة إيجابية للجنس نعيش بالسكس بوزيتف بدنا بعد شغل كتير موين ما كان مش بس ببلاد العربية دكتور شاتي بمأنه عم تحكي عن السقافة الجنسية هل السقافة بتأثر على الفتيش يعني هلأ كتير عم نشوف أشخاص عندهم فتيش الأقضيم ليش هالفتيش هالقداريش صح فينا نشوفه عند شخص على ستة هلأ بس أنا شخصيا يعني مع مقول شي من دراسات لحظت أنه من تأثيرات الكوفيد لأنه صار فيه ابتعاد كتير بين الناس لحظت أنه زادت شوية الاهتمامات التفضيلات الجنسية بكل أعضاء الجسم مش بس الأعضاء التناسلية يمكن نابع من هيدا أنا تفسيري نابع من اشتياء للحميمية مع الآخر صار كل شي من لقيه مصير هيدا هيك أنا شين تبهت له مؤخرا ليش الإجر فيه كتير نظريات هنا فيه نظرية ما بعرف ما بعرف كيف فينا نثبتها بس بتقول أنه بالدماغ المنطقة اللي بتتحكم بالجنس أو بالرغبة الجنسية قريبة كتير من المنطقة اللي بتتحكم بالإجر بالرجل يعني بالإجر كيف تتحرك وهيك هل أنه في علاقة بين هؤذي المنطقتين لأنه حط صعب كتير ومشاربك صعب نعمل دراسات من هيدا بس فيه نظرية بتقول هيك إنه فيها تفسر ليش شائع جدا موضوع الإجر بس أنا بفكر فيها إنه شي حميم كتير طيب يعني شوية يعني حقول إنه طبيعي إنه لما نكون مع شخص اللي منحبه بدنا نلمسه بكل المناطق ويمكن الرجل هي منطقة حميمة جدا ما بيستغرب إنه يكون فيه تفضيل جنسي علي وبما إنه كمان في بعض الأشخاص بحبوا الإيدين بس ما حدا بيعلق على الموضوع يعني بس شخص يجي قلنا أنا بحب إنه الشخص التاني شريكي يدعبني بالإيد ما منقله فيه مشكل بس بس يجي يقول بحب إنه شريكي يدعبني بس نحن عنا نظرية سلبية للأقدام وهيكي فيه نوع من التابو متعلق بالأحسية بشكل القضام فيه كتير رموز تنقول متعلقة بالأقدام أكتر مما بالإيدان صح 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 إلا علاقة بهيدي العوامل طبعا هلأ الفرق من سقاف للتاني مثلا بهيدي دراسة الويبسايت الإباحي بورنهوب منشوف أكيد تتأثر بسقافة البلد بشو عم نشوف بالميديا كمان أو تقليد قديمة كله بيأثر كله بيأثر يعني ما بعرف بقدر أقول مثلا ببعض البلدان لأنه يمكن منزين الأقدام بشكل معين بتزيد الإثارة على هذا الموضوع ممكن نشوف هذا الشي طبعا دكتور شاتي بأنه حكينا عن الحوار الدمهم رح نعطي بعض النصائع عن كيفية إخبار الشريك عن فتيش أم تفتيل جنسة أن الواحد يحكي لشريكه عن الفتيش تبعوله صحيح بركي ما يكون مريح خاصة إذا حدا كان عم يحكم عليكم أمشي مرة حسيته بالعار أم بالزنب بخصوص حياتكم الجنسية وتفضلاتكم الجنسية كتير مهم قبل ما يتفضلات Ciنسية أم 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 بخصوص حياتكم غني أسى بركزاة recognizing جنسية التفضلاتكم وإنه خوصных أم مphyver 식X أن تكونوا مرتاحين أسماء الحديث ليش أنتو حابين تحكو عن الفتيش تبعو losقومs مع الشريك؟ هل تتقربوا من الشريك؟ هل تتطبقوا هذا الفتيش؟ أم هل أنتو حابين أنه يستكشفوا معكون أكتر؟ وشو رح تعملوا إذا كان جوابهم سلبة؟ طبيعي إذا الواحد بيحس بالعار أم بالخوف تجاه الفتيش تبعوله ما يحس حالو مرتاح أم يتردد قبل ما يحكي مع الشريك إنما بس الواحد يفتح حديث صادق هذا الشي بيقربه للشخص الثاني وبيحسن صحة العلاقة إن كانت جنسية أم رومانسية خاصة إذا الفتيش تبعولكم مهم بحياتكم الجنسية ساعتها ما رح تقدروا تسكتوا على مدى طويل وإذا أنتوا خايفين من ردة فعل الشريك أم مش عارفين كيف تفتحوا الموضوع بركة بيكون مهم إنه تحكوا مع غير أشخاص عندهم نفس الخبرة أم عندهم نفس التفطيلات كمان في ساعتكم إنه تحكوا مع معالج نفسي جنسي كرميل تفهموا أكتر عن الفتيش تبعولكم وكرميل ترتاحوا مع الموضوع فإذا أنتوا حابين تحكوا عن الموضوع مع الشريك أول شغلة لازم تعملوا إنه تكونوا مرتاحين مع الفتيش تبعولكم كثير من الأشخاص بيحسوا إنه رغباتهم غير المألوفة كأنه شي عيب أم عار أم ممنوع فبيحسوا بالزنب وبالعار إنما في كتير دراسات أبديت إنه الفتيشية شي كتير شائع مثلاً دراسة عملت بكندا على ألف شخص اكتشفت إنه نص الأشخاص اللي كانوا بهذه الدراسة كان عندهم نوع من الفتيشية يعني إنه يكون عندكم فتيشية منه شي نادر بالعكس شي كتير شائع كمان إذا حكيتوا مع أشخاص عندهم نفس الفتيش متلكون ما غير أنواع من الفتيشية مثلاً بس تفوتوا على فتلايف أونلاين ساعتها فيكن تحسوا بأقل عار وزنب بالنسبة للفتيش تبقولكن ومتل ما إلنا فيكن تحكوا مع معالج نفسها جنسة كرميل ترتاحوا وتعرفوا إنه إنتوا مش لواحدكن تاني شغلة لازم تعملوا هي إنه تقرروا كيف بتكون تقولوا للشريك أم تحكوا مع الشريك عن الفتيشية تبقولكن بعض الأشخاص بفضلوا يحكوا وجه لوجه لأنه هذا الشي أسهل لهم وبعض الأشخاص بفضلوا يكتبوا رسالة إيميل لشخص تاني تا يقدروا إنه يحكوا عن الموضوع وبعض الأوقات بركة رح تستعملوا المرح النكت أم رح تفرجوا الفتيشية تبقولكن بكتاب أونلاين على مثلاً ما بعرف إنستغرام بيج بفيلم بيحكي عن الموضوع بسيريز بتحكي عن الموضوع أم حتى باستعمال أفليم بحي بتفرج الفتيش تبقولكن تعجز تتفرجوا لشخص التاني أنتو شو بيثيركن طبعاً بس تكونوا قررتوا إنكم بدكن تحكوا لازم تختاروا اللحظة الأحسن يعني الواحد بس بدو يحكي عن الجنس وبدو يحكي عن أمور هيك فيها تحدي لازم يكون عم يحكي عن الموضوع بوقت منو جنسي لأنه إذا أنتو عم بتميرسوا الجنس وعم تحكوا عن الفتيش تبقولكن برك الشريك تبقولكن رح يحس حالو تحت ضغط أم رح يحس حالو منو بأمان لازم تكونوا عم تحكوا عن الموضوع بوقت أنتو تنينيزكن مرتحين مسترخين إنما مش بوضع جنسي كمان طريقة أخرى للمشاركة الفتيشية للشريك هو أنو تشاركوا شوي الإحصاءات حوالها الفتيشية مثلا دراسة تانية عملت على أشخاص بيحبوا البيدي أس أم فرجت أنو الأشخاص اللي بيحبوا البيدي أس أم عندن بعض الكواليتيز أما الصفات الحسنة مثلا كانوا بيقدروا يعبروا عن نفسهم أكتر كانوا أكتر بيتقبلوا يجربوا أساس جديدة كانوا بيهتموا أكتر بالشريك أو بالشخص الثاني وكانوا حسسين أقل للرفض يعني أشخاص كانوا أكتر بالعطاء وكانوا بالنهاية بحياتهم الجنسية راضين أكتر حتى إذا الفتيش تابولكن منو متعلق بالبيدي أس أم بس تعرفوا أنه بس الأشخاص عندهم تفتيليت جنسية معينة بركة يفرج أنهم هني عندهم صحة نفسية جيدة كمان هذا الشي في ساعد الشريك نصيحة أخرى هو أنه تكونوا صادقين يعني إذا أنتوا خايفين من رفض الشريك أم إذا بتحسوا أن الفتيش تابولكن كتير قوي يعني هارد كور ومنو شي خفيف لازم ما تجربوا تخففوا من حدة الفتيش تابولكن لازم تقدروا تحكوا بطريقة صريحة مع شخص الثاني وتقولوا أنه أنتوا خايفين أنه يرفضكن أنتوا عارفين أنه بركة الفتيش تابولكن كتير قوي وتقدروا أنتوا والشريك تشوفوا إذا أنتوا متنسئين جنسيا لأنه فيكن تكونوا مش متوافقين جنسيا وبركة ما تقدروا تكملوا سوا كمان لازم تسألوا حالكن هل هيدا الفتيش لعندكن مهم بحياتكن هل هو مهم بحياتكن الجنسية هل فيكن تكونوا راضيين جنسيا من دون الفتيش تابولكن بان ما تحكوا رح يكون الشريك أم هو حابب يمارس معكن هيدا الفتيش أم مش حابب يمارس معكن هيدا الفتيش فإذا هن مهتمين بالموضوع أكيد استقبلوا الحشرية تابولتون وكونوا متوفرين كرميل تقدروا تجيبوا على كل أسئلتون كرميل هن يكونوا مرتاحين معكن بالنسبة للفتيش تابولكن تاندي الشغل روحوا ببطء يعني حتى إذا الشريك حابب أنه يطبق معكن الفتيشي اللي أنتو بتحبوها مش يعني لازم ضغر تطبق كل شي يعني بتكون تروحوا خطوة خطوة من الممارسة الخفيفة للممارسة الأقوى كرميل تقدروا تكونوا أنتو مرتاحين لردات فعل الشريك وكرميل الشريك كمان يقدر يشوف إذا هيدا الشي بيناسبوا أما لأ بيصيروا أما لأ بدوا يكمل فيه أما لأ ودايما بس تبلشوا لنا ما نبلش على بطء بس كمان بتكون تخلوا براسكن هن حاجاتهم لأنه بس إذا بتركزوا بس على حاجاتكن أنتو فالشريك ما رح يكون راضي وساعتا كمان هذا الشي رح يأثر على علاقتكن الجنسية في سبب مشاكل تقدروا تلاقوا توازن بين حاجاتكن وحاجاتهم لازم تهتموا لحاجاتهم ولرغباتهم إذا الشريك منه قابل إنه يميرس معكن الفتيش تبعولكن فهوني أنتو بتكون تفكروا هل أنا فيني لقي حل بالنص يعني هل مثلا فيني أنا أحضر أفلام عن الفتيش تبعولي اكتب قصاصة عن الفتيش تبعولي ميرس متاع الزيت مع الفتيش تبعولي وهذا شي يكون كافي أم رح أطلب من الشريك إذا بيقبل إنه أنا ميرس هالفتيش مع غير أشخاص فبتكن تقدروا تشوفوا إذا هذا شي فيه يتناسق مع علاقتكن أم لا وكمان سألوا حالكن إذا برك أحسن لكم ما تكونوا بهالعلاقة إذا مش قادرين تكونوا راضين بالعلاقة مع الشريك عا كل أحوال لكل شخص في جوابه ما فينا طبعا نطبق كل شي من حبه مع الشريك وليزم نحن نعرف شو هي الأولوية بالنسبة لنا دكتور شاتي جينا كتير كتير أسئلة عن الفتيشية وأنا حتى تفاجأت ببعض الأسئلة لأنه قد ما يكون نحن ندرس الطب الجنسي ومنشوف أشخاص بالعيادة عنها بس ما منعرف كل التفضيلات الجنسية اللي موجودة يعني مثلا في شخص عا بيقولنا أنا بحب كتير الرويح ولا مرة ميرس الجنس إنما بس بدي حفز حالي ومتع نفسي لازم فكر بالعطور بالرويح وخاصة ريحة الأبط والشعر تحت الأبط ما أنه عنها هالفكرة كمان أنه الشعر تحت الأبط عادة بالعكس مقرف أما فيه كون تورن أوف يعني فيه طفل إيسارة الجنسية هذا الشخص عا بيقولنا أنه بالعكس هذا شيء مصير لقلو بس كان عا بيقولنا بس رابط أنه أخبر بعض الفتيات عن التفضيلات الجنسية ووجهت كلمات كتير مزلة ونابية للأسف الكلمات المزلة والنابية ناتجة عن ناس بالتوعية الجنسية أنا برأيي مثل ما حكينا من شوي أنه نقدر نميز بين شو هو الطبيعي وشو اللي مش طبيعي مثل معام يوسف هيدا الشاب بالسؤال معنا كل المعلومات بس ما فينا نعتبر أنه يعاني من انحراف جنسي إذا عنده تفضيل جنسي لبعض الروائح مثل ما حكينا من شوي يعني منرجع لحديث من شوي أنا برأيي هيدا السؤال المشكلة هو التواصل مع الآخر ونقص التوعية عند الآخر أو كيف نحكي بهيدا الموضوع ممكن هو بحالة هيدا الشاب الشاب أنه يقدر يبلش به مثل مقدمة عن شو اللي بينعاد طبيعي بالحياة الجنسية وراح سأل وكان عنده الحشرية يعرف إذا التفضيلاته هي مراضية أو لا وتبين أنه لا لا نعتبر نعتبر هيك وبيقدر يبلش هيك يفتح الموضوع مع شريكته تدريجيا أو الأشخاص يعني اللي عم يحاول يكون عنده علاقة جنسية معه بس التفضيل بحد ذاته ما بعتقد أنه فينا نعتبره مراض إلا إذا كان مثل ما حكينا شوي حالة هواس في شخص عم يقلنا عندي فاتيشية الحفاظات كنت عم تحكي عنه هالموضوع مسبقا كيف معقول اتخلص من هيدا الشي أنا ما بيصير عندي انتصاب إلا إذا حضرت فيديو في قلبه نساء لابسة حفاظات كتير عم بتسبب لي مشاكل أوكي مثل ما قلنا بدنا نميز بين فاتيشية الحفاظات واضطراب الفاتيشية المتعلق بالحفاظات إذا هيدا شخص ما عم يقدر يوصل للنشوة إلا من خلال هيدا الممارسة وشركاءه معهم يكونوا عم يتفاعلوا معه ممكن باستخدام التقانيات اللي حكينا عنها ممكن يزيد اهتمامه بأشياء تانية متعلقة بالجسم أو بالعلاقة الجنسية أو بالحميمية بس لازم نميز إذا مرض أو لا فاتيشية الحفاظات بحد ذاتها فيها تكون عادية حتى لو منا شائعة كتير أو خارجي شوية عن المألوف ما كتير بنسمع عنها بس فيها تكون مش مرض دونك هو عم بيقول إنه ما بيقدر ما بيصير عند انتصاب إلا ما أحضر فيديو عن هيدا الشي فينا نتخيل إنه مع الشريك يكون في لعبة معينة متعلقة بالحفاظات أو بموضوع الحفاظات أكيد بيتراضي الشريكين بس بنشغل على الموضوع يعني كيف بتصير ضمن إطار لعبة أو لعبة مسيرة بين الشريكين فيها تتحول على شيء إيجابي جداً إذا كان في قبول عند الشريك كمان نتخلص من فاتيش مش هيدا هدف مش هيدا الهدف علماً أنو هالفاتيش هي بتختلف من شخص للتاني يعني في أشخاص هني ما بيحسوا بإيثارة إلا إذا هن لبسوا حفاظات وأم ما بيحسوا بإيثارة إلا إذا هن حفضوا شخص تاني تفصيلية كتير مختلفة وبس تصير غير مألوفة بعض الأشخاص يكون عندهم ردة فاعل سلبية لها التفتيليات فكتير مهمة ما قلت سابقاً أنه يكون في تسقيف جنسي وبعدين يفتشوا سوى عن حلول إذا هن بيحاجة لها حلول في سيدة عم بتقلنا أنه أنا بشوف الفاتيش تابعة شريكة كتير محرجة بس ما بقدر إرفضها شو بعمل؟ هلأ موضوع الرفض أنا موضوع حساس شوي لازم نكون نشعر براحة كافية مع الشريك لنعبر عن انزعاجنا من ممارسة معينة والإكراه أنه أنا أكون مجبر أنه أعمل شيء هو لقلي طريق المرض طريق الاتراب الجنسي أو تأثيرات نفسية سلبية الإكراه ما قلو محل بالحياة الجنسية إذا هي ما عم تقدر ترفض أنا هيدا المشكلة بالسؤال لقلي مش الفاتيش بشكل عام لازم تكون مرتاحة لشريكة تقوله أنه لا أنا ما بحب أو عم بنزعج أو يمكن فيه يكون مؤلم لا لا أنا برأيي هيدا المشكلة بالسؤال يعني هالمشكلة الحقيقية هذا شيء كتير كتير مهم لأنه مثل ما قلنا الممارسات لازم بتصير بالتراضي في سيدة كمان عم بتقلنا عندها فاتيش متعلق بالتبول وعم بطول لأنه ماني فخورة عنه وما بحكي عنه مع حدا لأنه كتير بحس بالخجل إنما ما فيني أوصل لنا شوي إلا إذا بتخيل هيدا الموضوع وما بفهم من وين نابع هيدا الشي وليش أنا هيك عقلي بيشتغل ما رح نعرف من وين جاي هيدا الشي لأنه مثل ما أنا بيت متأثر بأمور كتير ومنحب إلا للسيدة إنه هيدا من تفضيلات الجنسية الشائعة جدا جدا التبول هو موضوع شائع جدا وحتى موجود بسكشن بالأفلام الإباحية موجود كتير كمان المشكلة إنه هي مش فخورة هيدا بينشغل عليه بينشغل على الموضوع كيف إنه ما لازم يكون في شعور بالعار أو بالخجل وإذا هيدا اللي بيوصل للأورغازم لأنه الأورغازم خاصة عند النساء هو شي كومبلاكس أكتر هو كتير بقلب الدماغ بقلب المخ مش بس متعلق بالممارسة الجنسية اللي عم نعملها متعلق كمان بالأحساس والشعور شعور بالأمان فإذا المشكلة هي شعور بالخجل بس فيها تتخيل هيدا الشي بخلال علاقة الجنسية فيها تفتح الموضوع مع شريكة ما يخافوا إنه يجربوا لأنه موضوع موجود كتير ما فينا نحكي عن مرض كمان ما فينا نحكي عن مرض بهذه الحالة وإنه تفهم من وين جاي ولاش هيك عقلة بيشتغل واش ضروري ما هيك وما رح نعرف يعني اللي عنده ما رح نعرف ما بيحب التوم ما رح نعرف ليش ما بيحب التوم بالنهاية في بعض شخص عم بيقلنا أنا بعد ما عندي علاقات حميمية إنما صلي سنة بحس بإيسارة بس تمرق هرة من حدي وتحف على إجرية وعلى الصاق تبعولي هيدا الشي صدمة بالنسبة لإليه هل يعتبر هيدا الشي فتيش هلا كمان بحاجة لتقييم شامل أكتر ومقابلة عيادية شاملة أكتر أول أول جواب بيخطر على رأسي هو نقص نقص بالحميمية بيخلينا أنه نحب كل شي اللي علاقة بالملمس أنه لمسة الكطة ولما تلحس يمكن هو بيعطي إحساس إيجابة بس هل فينا دغري نستنتج أنه هيدا إيسارة تجاه نحو الكطة صعب نوصل من هون لهون يعني نوصل لهيدا الاستنتاج أنا برأيي أنه مثل ما قال الشخص أنه ما فيه علاقات حميمية مسبقا اللي يمكن لازم نبلش نفكر بالعلاقات الحميمية ضمن أو خارج إطار العلاقة الجنسية الكاملة بين هلالين الكاملة أو الإلاج مثل ما كنا عم نحكي الحميمية هيدا حاجة عند الإنسان كلنا بحاجة لهيدا الشيء دونك نبلش هون ونرجع نعمل إعادة تقييم للموضوع هيدا أنا هيك حللته للسؤال بس ما فينا نحكي عن فاتيش هلأ هيك دغري علما أنه الزوفيليا هي واحدة من إنحرافات الجنسية المرضية لأنه الحيوان ما بيقدر يعطي ريضة ما بيقدر يعبر عن موفاته مصوطو بس نحكي عن عن زوفيليا ونفكر أنه صار الشخص بل كأنه بده يمارس أنواع من الممارسات الجنسية مع الحيوان وأكيد هذا يعتبر اضطراب دكتور شاتي إذا بدنا نعطي هيك نصيحة قبل ما نختم شو بتكون نصيحتك؟ نصيحتي إنه مثل ما حكينا من شوي نعرف الميز بين المرض والمش مرض يكون عنا نفتاح أكتر وكريتكل تينكين يعني نفكر بالموضوع بشكل نحلله أكتر نفكر بالمواضيع الجنسية بلا ما نخبي عيوننا ونقول لأ وتابو وضغري نخاف خلينا نستكشف كلنا كبشر الحياة الجنسية تبعنا وبعدين منقرر شو هو المرض والمش مرض هذا اللي بتلبو بس إنه نكون إيجابيين أكتر منفتحين أكتر نتواصل أكتر مع بعض ونتسقف نقرأ الكراءة مش خطأ أبدا شكرك كتير دكتور شادي لكل هالمعلومات القيمة وهالنقاش اللي كان عن جد شايك وبدي يشجع مستمعينا إنه يشتركوا بالبودكاست لأنه عنا غير حلقات عن الفتشية الأسبوع المقدم رح ينزل حلقة عن فتشية الأقدام فخلوكم عم تتسمعوا علينا وبعتولنا أسئلتكم شكرا شكرا ساندري وهيك تنتهي حلقتنا لليوم شكرا لك المستمعينا شكرا إلك دكتور شادي بحب ذكر مستمعينا إنه فيهن يبعتوا أسئلتهم بخانة التعليقات وفيهن يشتركوا بالبودكاست يلا باي باي شكرا للمشاهدة